تراشق الاتهامات والتخوين المتبادل بين وفدي الحكومة السورية وهيئة التفاوض العليا لم يمنع الأمم المتحدة من الاقتراب من وضع جدول مفاوضات يلبي مطالب الطرفين الحكومة السورية تصر على بحث محاربة الإرهاب وهي تقوم بذلك فعلا لكن الأهم أنها قبلت أيضا التفاوض بشكل موازن على قضايا الحكم والدستور والانتخابات وفق تصريح رئيس الوفد الحكومي طرحنا على السيد ديمستورا جدوى الأعمال يتضمن أربع سلات على التوازي بمعنى أن لها نفس القيمة ونفس الثقل بالتساوي ولذلك جوابي على سؤالك هو أننا نحن الذين اقترحنا أن يكون جدوى الأعمال هكذا المعارضة من جهتها أكدت أنها تحارب الإرهاب في الباب ومدن سورية أخرى لكنها تركز في جلساتها المغلقة مع ديمستورا على بحث الانتقال السياسي وأنها تقدمت في بحث هذه النقطة إلى تفاصيل أكثر عمقا نعم ناقشنا الإرهاب في الباب وناقشنا الإرهاب في درعة وناقشنا الإرهاب في القلمون ونريد أن نفتح ملفا دوليا لمحاربة الإرهاب اليوم ذهبنا إلى مزيد من التفاصيل المتعلقة بحالة الانتقال السياسي وكما ترون نحن ننخرط بإيجابية أكثر ديمستورا قدم ورقة عمل من 12 نقطة إلى أطراف المفاوضات تؤكد على وحدة سوريا وحقوق جميع مكوناتها وتوسيع سلطات الهيئات المحلية نحو نظام إداري لمركزي وهو ما اعتبر مؤشر تقدم نحو بحث القضايا الجوهرية تسرب لدينا أن ديمستورا ليس لديه مشكلة في أن تكون قائمة الجدول هي تضمن أربع بنود هي معروفة دستور والانتقابات مكافحة الإرهاب والانتقال يبدو أن هناك شيء إيجابي في هذا الإطار ولكن الأمور لم تنضج بعد المرحلة الأولى من جولة جونيب الرابعة شارفت على الانتهاء خلال ساعات والتقويم النهائي لها سيعطيه المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا الجمعة أو السبت لكن خوض الأطراف في بحث النقاط الأربع في جدول أعمال المفاوضات بشكل متوازن قد يزيل عقبة لطالما عرقلت جولات التفاوض السابقة ترجمة نانسي قنقر